اشتركوا في القناة ونواصل حديث حول مساق الثقافة الإسلامية كنت قد انتهيت في المحاضرة الماضية من المبحث الثامن وهو نظام العقوبات في الإسلام وقلت بأن المبحث التاسع محذوف غير مقرأ وكذلك المبحث العاشر محذوف غير مقرأ للبكالوريوس والدبلوم للبكالوريوس والدبلوم المبحثان التاسع والعاشر محذوفان حتى يعلم الجميع لن يدخل في الامتحاء لذلك ننتقل على جناح السرعة إلى المبحث الحادي عشر هذا مطلوب الحادي عشر والثاني عشر المبحث الحادي عشر يتحدث وهو بعنوان الحكم في الإسلام الحكم في الإسلام أو بسموه في كتب أخرى النظام السياسي في الشريعة الإسلامية ونظام الحكم في الإسلام يعتبر من أهم النظم في الشريعة الإسلامية يعني بدون نظام الحكم لا يمكن تطبيق أحكام الإسلام المختلفة ولذلك هو يعتبر من أهم هذه النظم أو الأنظمة كلاهما صحيح ما تعريف نظام الحكم في الإسلام هو مجموعة مجموعة الأحكام والقواعد التي تشرف على تطبيقها ورعايتها دولة إسلامية تستمد مقوماتها تستمد مقوماتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمطهرة دائما لما نقول في الإسلام لا بد من أن نرجع إلى أهم مصدرين من مصادر الشريعة الإسلامية ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمشرفة إذا مجموعة الأحكام والقواعد التي تشرف على تطبيقها هم شيء التي تطبق هذه الأحكام وترعى هذه الأحكام وتلتزم بهذه الأحكام دولة إسلامية تستمد مقوماتها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهذه الدولة بسميها بعض الكتاب دولة الخلافة الخلافة يعني الإسلامية التي يرأسها الخليفة أو الإمام الأعظم أو أمير المؤمنين ونأتي إلى تعريف الخلافة في الإسلام في الصلاحة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمان مرة هي رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونفس المعنى الذي قاله الماوردي هي خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا سياسة الدنيا ونحن نعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سلم الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فحينما مات أبو بكر جاء عمر سلم الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر كانوا يقولون له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حينما جاء عمر بن الخطاب غير كانوا يقولون له في البداية خليفة خليفة رسول الله فوجد في ذلك صعوبة فوضعوا قانونا أنه يقال له بأمير المؤمنين أول من قيل له بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما هو حكم إقامة الحكم الإسلامي في الحياة في حياتنا الدنيوية التي نحياها الحكم قامت الحكم الإسلامي أمر واجب أمر فرض يعني واجب وفرض بمعنى ما من أهم الفروض على المسلمين فلا يصح أن تبقى الأمة الإسلامية بدون حاكم يرعى دينها ويشرف على أمور الدنيا فما الأدلة على مشروعية إقامة الحكم وعلى وجوب إقامة الحكم الإسلامي في الأرض في عندي أربعة أدلة عجناها السرعة الدليل الأول من القرآن الكريم الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفيه يعني كما قال بعض المفسرين مقصود بأولي الأمر منكم يعني الحكام وهناك تفسير أخرى لهذا الكلب وقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جايلية هذا الدليل الأول دليل الثاني إن إقامة الحكم الإسلامي السنة فعلية نبي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هادر من مكة إلى المدينة المنورة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية وكان هو رئيسها صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنبي صلى الله وسلم واتباع سنته واجب شرعي ثلاث إجماع المسلمين وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على دروت قيام الدولة الإسلامية والدليل على ذلك إن أبا بكر الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وأخبرهم أن محمدا قد مات ولابد لهذا الدين من يقوم به فترك الصحابة تجيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وبايعوا أبا بكر رغم أن دفن الميت فرد ومبايعة الحاكم وجود الحاكم المسلم فرد فقدموا مبايعة أبي بكر وبعد ذلك دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على إقامة الحكم في الأرض الحكم الإسلامي في الأرض أربعة الدليل العقلي لأن كثير من الأحكام الشرعية لا تطبق إلا بوجود الحاكم يعني إذا لم يكن هناك حاكم مسلم خليفة مسلم رئيس مسلم لا تستطيع أن نقيمها مثل الجهاد في سبيل الله والحدود والأحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون هناك حاكم هو الذي يقوم بها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأصبح أجوب إقامة الحكم الإسلامي فرد وواجب في هذه الحياة الدنيا أربعة أدلة على حكم إقامة الحكم الإسلامي في الحياة طيب نيجي لنقطة أخرى شروط الحاكم يعني الحاكم الذي يحكم المسلمين لا بد أن تتوفر فيه شروط هذه الشروط واحد الإسلام لا بد أن يكون الحاكم خليفة والرئيس والمسؤول أن يكون مسلما فلا يجوز تولية غير المسلمين على المسلمين والدليل على ذلك قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا أول ثانيا الذكورة فلا يجوز تولية النساء لأجعل المرأة رئيسة أو خليفة للمسلمين أعلى رأس أعلى الهرم لا يجوز عندنا احنا في الشريعة الإسلامية بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا أن بنت كسرر حينما مات أبوها تولت الحكم في بلاد فارس فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ولو أمرهم امرأة ثلاثة تكليف فلا يجوز تولية الصغير أو المجنون أو المعتوه أربع العلم فلا يجوز تولية الجاهل بأمور الدين والدنيا خمسة العدالة فلا يجوز تولية العاصي والفاسق لأن الحاكم يتولى منصبا يشرف على كل المناصب التي يشترط فيها العدالة لابد أن يكون ورعا تقيا مخلصا يراقب الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ستة الكفاية والسلامة فلا يجوز تولية صاحب العاهات يعني أن يكون أعمى أن يكون أصم أن يكون أخرص أن يكون مقطوع اليدين والردلين أنه لا يستطيع أن يقوم بأعباء الحكم سبع القراشية القراشية وهذه يعني هذا الشرط فيه خلاف عند العلماء البعض قال لابد أن يكون من سلالة قريش يستدلوا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا إذا حكموا عدلوا والبعض الآخر قال لا لا منع أن يكون من غير قريش والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة كأن رأسه رأسه زبيبة يعني لو كان أسود هذه شروط هذه شروط التي يجب أن تتوفر في الحاكم المسلم كيف يتم اختيار الحاكم المسلم يكون الاختيار في ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الترشيح وتتم إما بترشيح الحاكم السابق للحاكم اللاحق مثل ترشيح أبي بكر لعمر رضي الله عنهما قبل وفاة أو عن طريق ترشيح أهل الحل والعقد للحاكم الجديد يعني أهل العلم والوجاهة والصلاح اثنين مرحلة الاختيار وتتم عن طريق اختيار أهل الحل والعقد لواحد من المرشحين أرشحوا خمسة أرشحوا أربعة أرشح أكثر أقل يجي أهل الحل والعقد الناس الواعية المثقفة في البلد يختاروا واحدة من هؤلاء المرشحين أم وافقتهم على المرشح الجديد إذا كان واحدا ومثاله اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان بن عفا رضي الله عنه ومتابعة الناس له في هذا الاختيار بعد ذلك تأتي المرحلة المرحلة الثالثة وهي مرحلة البيعة وهذا ما كان يفعله الصحابة حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بايعوا أبا بكر بايعوا أمروا هكذا والدليل على البيعة في قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه أذب عن مراحل اختيار الحاكم مرحلة الترشيع مرحلة الاختيار مرحلة البيعة ثم نأتي لنقطة ما هي الحالات التي يعزل فيها الحاكم الأصل الحاكم المسلم لا يظل إلى الممات لا هناك حالات يجب أن يعزل فيها الحاكم واحد جرح في عدالته معنى جرح يعني خلل في عدالته بارتكاب المحظورات وإقدام على المنكر اتنين نقص في بدنه أو في تصرفه ما معنى نقص في بدنه يعني أن يكون أعمى أن يكون أطرش أن يكون أخرس أو أن يكون يعني مشلول مقطوع مثلا في أطرافه يعني فقد بعض أطرافه كاليدين أو الرجل أما نقص أما نقص بالتصرف يعني أمرين واحد إما سيطرت أحد أعوانه وبطهنته على أمور الدولة بشكل مخالف للدين والإسلام وإما خضوعه لإرادة العدو ولا يستطيع أن يواجه ذلك سواء كان هذا الخضوع خضوعا سياسيا أو أسكريا أو اقتصاديا في هذه الحالات يجب أن يعزل الحاكم يجب أن يعزل الحاكم بعد ذلك نأتي إلى مقاصد الحكم في الإسلام العلماء قالوا للخليفة وظيفتان للخليفة وظيفتان الوظيفة الأولى إقامة الدين الإسلامي وتنفيذ أحكامه وظيفة الثانية القيام بسياسة الدولة التي رسمها الإسلام وما تستلزم إدارة الموافقة والمصالح على العباد يعني يكون مواقفها ومصالحها تابعة للدين الإسلام ومصالحة جاء الإمام الموردي بعد ذلك ووضح لنا واجبات الحاكم المسلم وحصرها في تسعة أمور تسعة واجبات مهمة على الجميع أن يحفظها ويفهمها واحد حفظ الدين حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة يعني نطبق الشريعة الإسلامية في الدولة الإسلامية يعني لا نريد دولة إسلامية شعار فقط أما في داخلها لا يوجد تطبيق حقيقي للشريعة الإسلامية نحفظ الدين قامت الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وذلك الحج المستطيع والتزام بالحجاب وهكذا يابد من حفظ الدين على أصوله المستقر هذا واجب من واجبات الحاكم المسلم متابعة هذا الأمر ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل والأمة ممنوعة من زلل الواجب الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى يعم الأمن والأمان للجميع فلا يتعد ظالم ولا يضعف مظلوم كل واحد يأخذ حقه لابد من الإنصاف والعدالة وهذا واجب الحاكم المسلم ألا يظل متفرجا على الخصومات وعلى النزاعات وعلى المشاجرات لابد من حلها الواجب الثالث حماية البيض يعني حماية الدولة الإسلامية والدفاع عن الحريم وعن المحرمات ألا يرتكب فيها محرمات يعني أن يعتدى على الدين يعتدى على النفس يعتدى على العقل يعتدى على النسل يجب أن نحفظ نبتعد عن كل المحرمات ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الأسفار آمنين على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم الواجب الرابع إقامة الحدود لتصان محارم المحارم الله تعالى عن الانتهاء وتحفظ الحقوق حقوق العباد من اتلاف واستهلاك يعني كما مر معنا في المبحث السامن حينما تحدثنا عن الحدود من الذي يطبق الحدود الحاكم أو من ينوب عنه من القضاء إذن لابد من أن يكون هذا واجب من واجبات الحاكم المسلم إقامة الحدود حتى نصون حتى لا يعتدي أحد على أحد وحتى لا ترتكب المحرمات في الدولة الإسلامية الواجب الخامس تحصين تحصين الثغور بالعد المانع والقوة الدافعة حتى لا يظهر الأعداء بنا ولا يغير علينا فجأة لا بد أن نحمي دولتنا الإسلامية وأن يكون هناك حراس على الثغور على الحدود حتى لا يهجم علينا أعداؤنا فجأة وهذا واجب من واجبات الحاكم المسلم الواجب السالس جهاد من عاند الإسلام يعني أن نجاهد الكفار لكن بعد أن ندعوهم إلى الإسلام وإذا لم يريدوا الإسلام فلاش أن يدفعوا الجزية ثم بعد ذلك أن رفضوا أن يدخل الإسلام ورفضوا دفع الجزية ليس لهم إلا السيف ليقام بحق الله تعالى في إظهار الدين كله في الأرض حتى يكون الإسلام هو الأعلى وهو المصيدر وتكون كلمة الله تعالى هي العليا الواجب السابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه شرع نصر مشتهادا من غير خوف ولا تعسف الفيء ما نأخذه من أهل الكتاب بدون قتال والصدقات من المسلمين الأغنية الواجب التام تقدير العطايا وما يسحق في بيت المال من غير إسراف ولا تقطير يعني اللي احنا بنسميه اليوم تقدير الرواتب للموظفيين ولكل من يعمل في الدولة الإسلامية حتى يعيش الجميع في كرامة وعزة وأن لا يمد أيديهم إلى الناس هنا وهناك ويكون أذلاء الإسلام أمر بأن يكون المسلم عزيزا وأنت تحصل راتبك بعزة وبكرامة دون ذلة ومهانة الواجب التاسع والأخير استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء يعني الحاكم المسلم هو الذي يجعل من هو الوزير يضع الوزراء يختار الوزراء المخلصين المؤمنين الملتزمين الأتقياء الأنقياء ويضعهم في أماكنهم ويأتي ويأتي بالأتقياء ويكون على درجة كبيرة من الكفاءة ومن المقدرة لا أن ينظر إلى قريب أو إلى صاحب أو إلى حبيب لا إنما هذه المناصب أمانة سيسأل عنها الحاكم يوم القيامة وفي ذلك عن أحديث كثيرة وضحها النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه كلها عبارة عن واجبات الحاكم المسلم تسعة نريد من الجميع أن يحفظها أكررها عيدة مرة ثانية حفظ الدين تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين حماية البيضة والدولة الإسلامية قامة الحدود تحسين الثغور جهاد من عاند الإسلام جباية الفي والصدقات تقدير العطاية استكفال أمنا وتقليد أنه صحة نأتي إلى آخر نقطة في هذا الموضوع نبحث الـ 11 وهو ما هي أسس نظام الحكم في الشريعة الإسلامية ما هي الأسس والقواعد التي يبنى عليها نظام الحكم في الإسلام هناك خمسة أسس يجب علينا أن نعيها وأن نفهمها جيدة الأساس الأول الحاكمية لله تعالى ما معنى الحاكمية معنى الحاكمية أي أن المشرع هو الله تبارك وتعالى وليس القانون الوضعي المحلل هو الله المحرم هو الله فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام هذا هذا معنى الحاكمين نحتكم إلى شرع الله تبارك وتعالى لا إلى القوانين التي يضعها أو يضعها البشر سميها القانون الوضعي الذي يتغير من زمان لآخر ومكان لآخر ولذلك الله عز وجل ماذا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا إذن نحتكم لشرع الله عز وجل في كل قضايا للأسف الشديد كثير من الناس اليوم يقولوا بدك أنت الشرع ولا الفرع الفرع يعني القانون الوضعي أو المختير هنا وهناك مع احترام للشديد للمختير ولا يردون أن نحتكم لا إلى القرآن ولا إلى السل اسمع ماذا قال الله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر آية ثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آية ثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أمور خطيرة وخطيرة جدا هذا هو الأساس الأول الأساس الثاني السيادة للشرع ما معنى السيادة للشرع يعني أن نطبق الأحكام على الناس كافة سواسية دون تمييز بين حاكم ومحكوم يجب أن يكون الجميع في الشريعة الإسلامية سواسية ما فيش خيار وفقوث فيش محاباء لو أن النبي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقال تعالى قبل ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الأساس الثالث السلطة للأمة ومعنى ذلك أن يكون الحكم للأمة لكن لا تستطيع الأمة أن تحكم كلها وإنما تختار الأمة من بينها حاكمة فالحاكم يعتبر وكيلا عن الأمة أنت لما تروح تنتخب الرئيس هو وكيل عن الأمة أن الأمة لا تستطيع كلها أن تحكم وإنما نختار واحدا الذي يكون وكيلا عنه وهو الحاكم يسمونه السلطة للأمة الأساس الرابع للأمة حاكم واحد آه بيكون اثنين وثلاثة وأربعة لا وهو أمير المؤمنين أو الخليفة أو الرئيس آه أو المسؤول حاكم واحد وهو مسؤول أو رئيس الدولة أو خليفة المسلمين يساعده معاونه وأجزة الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمال خمسة أو الأساس الخامس والأخير وهو الشورى نتشاور ونأخذ بالشورى ونطبق الشورى في الأشياء التي لا يوجد فيها نص شرعي واضح ها نأخذ بالشورى وهو الأخذ بأفضل الأراء وأحسنها في الأحكام التي لم يرد فيها نص فيها مصلحة نتشاور أهل الحل والعقد نتشاور العلماء نتشاور الفقهاء نتشاور ثقفين لأن الله عز وجل قال وأبرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال في آية أخرى وشاورهم في الأرض في الأمر وشاورهم في الأمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ السيرة النبوية في مواطن كثيرة شاور فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بدر مثل صلح الحديبية والخندق أخذ بمشورة سلمان الفلس وفي مواطنة كثيرة حتى يكون قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بعده هذه أيها الإخوة الكرام هذه عبارة عن أسس الظام الحكم أقول مرة ثانية أحد الحاكمية لله تعالى أثنين السيادة للشرع ثلاثة السلطة للأمة أربعة للأمة حاكم واحد خمسة الشورى وبذلك نكون قد أنهيت المبحث الحادي عشر بقي عندنا إن شاء الله المحاضرة الأخيرة ستكون في المبحث الثاني عشر وهو بعنوان الجهاد في سبيل هذه المحاضرة القادمة ستكون إن شاء الله تعالى المحاضرة الأخيرة وبذلك نكون قد أنهينا بعد ما ننهي المحاضرة القادمة نكون قد أنهينا المقرر أكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته